موسيقى مشاهدين أهلا بكم في قراءة في الصحف الصادرة هذا الصباح المخزن المغربي على حافة الهوية والنظام قد ينهار قبل نهاية هذا العقد هذا ما قلته صحيفة المجاهد الجزائري عن المؤرخ والحقوقية المغربي معطي الذي وصف المخزن بالنظام الاستبدادي الذي يشهد تدهورا خطيرا لمستوى التعليم والصحة وتفشي الرشوة وترد الحريات في المملكة كما أوضح معطي في حديثه عن تجسس النظام المخزن على عدد من المعارضين ووسائل الإعلام عن طريق برنامج بيغاسوس الذي تنتجه شركة أنسا والإسرائيلية والذي كان هو أحد ضحياه أوضح أن التجسس مذر وهو جريمة وقلة حياة ووصفت الصحيفة فعل التجسس هذا بأنه دليل على وجود نظام قادر على ارتكاب جناية ونظام ليس له رد سوى القمع ضد حقوق شعبه المحرومين من الحرية والظروف المعيشية الكريمة ومن ناحية أخرى يسارع إلى عقد اتفاق مع الشيطان للتفاوض على بقائه واعتبرت أن التطبيع مع الكايان السهيوني هي صفقة جبن تخاطر بتعريض استقرار المنطقة برمتها للخطر في موضوع آخر والقدس العربي نقرأ بشاغ في العاصمة الليبية ترابلس ومظاهرة شعبية رافضة والدبيب يؤكد على موقفه وسط مخاوف من صراع مسلح جديد حيث تتصاعد ردود الفعل منذ تعيين البرلمان الليبي لرئيس حكومة جديد من الغرب الليبي وسط مباركة وتأييد من حفتر وردود فعل تنوعت بين شعبية ودولية ومحلية قابلتها مخاوف من سنياريوهات خطيرة قد تعصف باستقرار البلاد السياسيا وتنصف الحملات السابقة لإيجاد حلول جذرية للصراع الليبي وكان مجلس النواب الليبي قد أعلن في الجلسة الرسمية الخميس عن الحكومة الجديدة اختيار فتح بشاغة رئيسا بالتصويت بالإجماع من قبل أعضاء المجلس بحضور أكثر من 140 نائبا إلى أن دبيبا تضيف الصحيفة بالقول قال إنه لا يزال يمارس عمله وفقا للمدد عفوان الزمنية المنصوص عليها في خريطة طريق معتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس وأن المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقا لخريطة طريق في جناف واعتبر أن ما حدث في مجلس نواب هو تعد صريح على اختصاص المجلس الرئاسي كما تظهر في ترابلس المئات من المواطنين المطالبين بإسقاط البرلمان والرفضين لتسلم بشاغة لرئاسة الحكومة داعين إلى وضع حد لتصرفات البرلمان ومتهمين بشاغة بدعم حفتر وسط تصاعد للمخاوف من محاولات البرلمان إعادة ليبيا إلى المربع الأول تحضيرا لاستئناف عملياتها الاستكشافية المتوقفة بعد ما يقارب العشر سنوات من وقف نشاطها هناك بسبب الأوضاع الأمنية والتوترات السياسية في البلاد أوضح الرئيس المدير العام لشركة سونتراك توفيق حكار أن حجم الاستثمارات الشركة الوطنية في مجال الاستكشاف في ليبيا سيصل قريبا إلى حدود 200 مليون دولار مقابل 150 مليون دولار حاليا صحيفة المساء كتبت أن سونتراك متمسكة بعقودها في ليبيا والتي من خلالها تبحث على استكمال التزاماتها التعاقدية وكذلك بحث سبل تطوير الحقول المكتشفة في القريب العاجل وأضفت الصحيفة أن الطرف الليبي قد أكد على أهمية الإسراع في مواصلة مجمع سونتراك استئناف نشاطه في ليبيا لعملية استغلال حقوله الاستكشافية خاصة في الجهة الغربية للبلاد معتبرا أن شركتين الجزائرية وليبية بإمكانهما لعب دور فعال في استقرار السوق الدولية للغاس أعادت الأزمة الأوكرانية الأخيرة الحديثة عن حرب باردة جديدة صحيفة الأخبار خصصت ملفا كاملا للحديث عن الموضوع وأوردت أن الإعلان الصينية الروسية المشترك الأخير ليس حدثا عاديا فهو خلافا لما سبقه من إعلانات المشتركة يعادل الوقوف صفا واحدا في مواجهة البلايات المتحدة والغرب أيديولوجيا وعسكريا وفق ما تقر به الأوساط الغربية نفسها التي ما زالت تخيم عليها حالة من الذهول إثر هذا الإعلان المشترك الذي يمثل إشكالية رئيسة بالنسبة للبلايات المتحدة حيث أن هذا الزلزال الجيوسياسي بحسب الصحيفة يقع في ظل الانحصار تدريجي لهيمنتها وتعتبر الصحيفة أنه وإذا كان متوقعا في ظل هذا الوضع أن تعمد واشنطن إلى محاولة بناء تحالف أوسع في مواجهة موسكو وبيكين إلى أن الأخيرتين باتت بحوزتهما أدوات مواجهة تخولهما جني المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية والاستراتيجية خصوصا في ظل الانحصار التدريجي لهيمنة أمريكا على بقاع كانت تصنفها كمنطقة مصالح وطنية حيوية أما صحيفة الشرق الأوسط فقد كتبت فيما يخيم شبح الحرب على أوروبا يواصل قادة القارة الأوروبية جهودهم الديبلوماسية وحتى الآن فشلت محادثات كثيفة في الأيام الأخيرة في إحراز تقدم نحو حل للأزمة الأوكرانية التي يصفها الغربيون بأنها الأخطر منذ نهاية الحرب الباردة قبل ثلاثة عقود ووصلت الجهود الديبلوماسية الأوروبية إلى طريق مسدود بينما يعد التقدم في هذا الملف حيويا لنزع فتيل الأزمة الروسية الغربية التي قد تستحيل حربا في وقت تصر فيه موسكو على أن تتفاوض كييف بشكل مباشر مع الانفصاليين المدعوين من روسيا الذين يقاتلون الجيش الأوكراني منذ ثماني سنين وترفض أوكرانيا ذلك بشكل قاطع قائلة أن موسكو هي المحاور الوحيد الذي لديه صلة وثيقة بالانفصاليين يواصل التضخم تسارعه في الولايات المتحدة في يناير بتسجيله 7.5% على أساس سنوي في وطرة غير مسبوقة منذ أربعة عقود فاقت توقعات المحللين صحيفة لوموند كشفت أن الرئيس الأمريكي جو بايدان سعرع لطمأنة مواطنيه إلى أن هذا التضخم المرتفع لن يبقى على حاله بل ستتحسن الأحوال بدرجة كبيرة بحلول نهاية العام فيما تظهر المؤشرات على أن أسعار الطاقة قفزت بنسبة 27% بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7% وأضفت الصحيفة الفرنسية أن هذا التضخم المستمر يمثل فشلا لمجلس الإحتياطي الفيدرالي الذي أكد باستمرار أن هذه الظاهرة كانت مؤقتة وتعتقد المعالضة الجمهورية ومعها عدد من الاقتصاديين أن هذا التضخم الكبير هو نتيجة مباشرة للسياسة الاقتصادية للرئيس جو بايدان الذي أقر للكونغرس العام الماضي خطته الضخمة للتحفيز الاقتصادي والتي بلغت قيمتها 1900 مليار دولار لكن ارتفاع الأسعار وهو أيضا نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بجائحة كوفيد بينها المشاكل المتعلقة بسلاسل التوريد ونقص العمالة صحيفة لوفي جاغو كتبت أن باريس أعلنت مساء يوم أمس أن قوة برخان الفرنسية قد نفذت ليلة أول من أمس عملية عسكرية في شمال غربي بوركناف أسو أسفرت عن مقتل عشرة إرهابيين ضالعين في هجوم أوقع في منتصف نوفمبر 57 قتيلا في بلدة إنطا في شمال هذا البلد الصحيفة الفرنسية اعتبرت أن في الوقت الذي ضعفت فيها عملية برخان بشكل خطير التوترات السياسية في منطقة الساحل فإن هذا الضرر الجانبي لها يهدد بتقويض الضعف ثقة السكان المحليين في التدخل الفرنسي مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين منذ أن انخرط الجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية والمجموعات الصغيرة التي تغزو منطقة الساحل منذ تسع سنين نختم بصحيفة The Guardian وسباق الخيل الأكثر تميزا في العالم على الجليد لكن المهدد بالزوال بسبب الاحتباس الحراري هذا الحدث الفريد من نوعه في العالم الذي يقام على بحيرة متجمدة والذي يقع على مساحة شاسعة من المياه تحت المنتجع السويسري White Turf مباشرة مهدد بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض وإمكانية ذوبان البحيرة وبينما تستمر السباقات في الوقت الحالي على الجليد يخشى كاتب المقال أن يتحول يوما ما إلى سباق للسباحة مع ازدياد دفء الشتاء وارتفاع مستويات الاحتباس الحراري إلى هنا نصل مشاهدين إلى نهاية جولتنا في الصحف لصباح اليوم شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء